السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي الدائم من الهام شنال جزبان إن شاء الله ستكونوا بخير والأخير ستكونوا فرحانين ستكونوا ناشتين ستكونوا موضي لكم زين وفتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتسبعات لغزالة الوفيات على القناة الهام شنال أكيد ووصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة تحت طلباتكم وتحت رغباتكم زوينة بزاف بزاف لتكبير الصدر ورفعه وشده أيضا في نفس الوقت بوصفة طبيعية بسيطة بسيطة للغاية بمكونات الحمد لله متوفرين في كل منزل وفي كل مطبخ بمكونات غزالين ومن بين المكونات 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 الرئيسي اللي معنا فهد لغو السيد هو الفازلين أيها البنات معنا الفازلين تكبير وشد الصدر ورفع دياله كمثلا عرفوا الفازلين الحمد لله عنده عدة فوائد وعدة مزايا التي لا تعد ولا تحصى فغادي نحتاجوه اليوم الوصفة لتكبير ونفخ ورفع الصدر ولا بغيتوا كتستخدموا البنات غير الفازلين بوحدتها المدة 30 يوم هتعطيكم نتائج ولا أرواع هاد الوصفة هي بالفازلين ولكن أنا زد تفت عليها مكونات خرين باش نزيد نجاح ديال الوصفة ونزيد من الفعالية ديالها والمستقية أيضا ديالها فيديو ديالها غو سيد فقبل حبيباتي ما تعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة تحطيرها واستخدامها واستعمالها وتطبيقها وريد أن أرحب بجميع المتتبعين وبجميع الناس اللي كيتابعوني وكيزوروني وكيشجعوني الحمد لله فما تنسوشي لكنتو أول مرة كتشوفوا القناة فاشتركي في القناة شنو كتسنيك وأيضا فعلي زين الجرس خليلي تعليقاتك اقتراحاتك استفساراتك لأسئلة ديالك وكل ما كيتعلق بيك في الكامونت اولا في تعليقات اولا في الكامونتار خلي مني هاد شي كامل وبسم الله مع بعضنا البعض مش باش نتعرفو على مكونات الوصفة وطريقة ديال تحطير ديالها وطريقة ديال الاستخدام والاستعمال ديالها أكيد فكيما قلنا أول مكوين غادي نحتاجوا له إن شاء الله هو الفازلين أي فازلين عندك سواء يعني فازلين عادي أو فازلين طبي فالفازلين اللي توفر عندك استخدمي مش بشرط فازلين طبي ومش بشرط فازلين عادي فالمتوفر دائما هو اللي نمشي ولوه ومن الأحسن إلى عندك يعني في صدر ديالك الحساسية وحساسية بشكل كبير بزف أي بنسبة كبيرة فمن الأحسن تستخدمي فازلين ناتيوغ أو الفازلين طبيعي هذا زوين زوين بزف هانتو متشكل ديالو يعني هادا ناتيوغ كان اخدو صراحة غير من الاسواق وعند الناس المخصنين في بيع مواد التجميل وتامان ديالو مناسب مناسب بزاف كيتراوح ما بين 5 أو 6 درم مغربية ولكن هادا زوين بزاف يعني طبيعي طبيعي للغاية فغادي نطبقوا معاكم ان شاء الله هادا ديال ناتيوغ طبيعي هو كي ما قلت لك إلا بغيتي تستخدمي مثلا هادا بالأرغان ريحتو كتحمق هالبناس غزال نغزال بزاف وكين هادا بالبوم او بتفحته وريحتو زوينة ريقرب يمشي لي انه كان استخدموه بشكل كبير بزاف في الوصفات الطبيعية فالمهم ليه توفر عندك استخدمي سواء هادا بالبوم او لناتيوغ او لها ديال كاكاو او لوحد اخر ديال حامض خصوصا الى عندك السود في منطقات الصدر فالمهم اي فازلين عندك استخدميه هتحتاجي معي ان شاء الله هنا يوحد معي القهوة ديال قهوة سريعة الدوابان بالنسبة القهوة حبيباس او القهوة بصفة عما سواء بودرة يعني العادي ديال العبار او لها دي ره زوين بزاف لعلاج ترهولات وعلاج يعني عدة مشاكل موجودة في الصدر فكما قلنا غتحتاجي معي القهوة وغتحتاجي معي ان شاء الله الفازلين وغادي تحتاجي معي المكون اخر واللي هو الحموس بودرة الحموس بودرة زوين بزاف كان صح به عدة نساء يبقوا يدخلوا في الوصفة الطبيعية ديالهم لتكبير الصدر والنفخ الخدود بالنسبة الناس اللي كيبيوا هكده ينفخوا الخدود ديالهم وينفخوا الصدر ديالهم طبيعيا من بين المكونات الطبيعية اللي هي رخيصة الحمد لله وفي المتناول ديالجميع فغتحتاجي معي كمياء ديالحمس بودرة بالنسبة البودرة واحدة اخرى وهي اخر بودرة اللي هي الشبه او الشبه شبه كان نستخدمها أنا صراحة بزاف ديالوصفت كمية من شب أو شبه كمية من شبه كمية من شبه كمية من شبه يحيح ليس طريقتا ممتاز وما كيزيد عليك حتى شي حاجة فعمل أحسن بالنسبة لآخر مكوين إن شاء الله غنحتاج معكم هنا جوج ديها الزيوت هادي هنأعطيكم يعني باديل لأنه بزاف نساء قدروا ما يكونوش متوفرين عندهم هات زيوت وبغين يعملوا الوصفة في القريب العجيل تكبير الصدر باش تكون نتيجة إن شاء الله في القريب فأول زيت غنحتاج معكم هنا هو زيت الأرقان عندي هنا زيت الأرقان للتجميل ماشي زيت الأرقان للأكل ولكن حتى اللي توفر عندك زيت الأرقان للأكل استخدمي في هاد لاغوست هنأعطيكم من بين الفوائد أو المزايا ديها الزيت هاد فهو زيت جد غني بيتامين او زيت مغدي ومرتب واقي وملون ومقوي ومدمل ومداد الأكسدة ومثالي للبشرة الجافة والمجاعدة والفاقدة للحيوية ومداد الشخوخة المبكرة للبشرة التي يمنحها ليونة ومرونة ينعيش الشعر الجاف والباهت ويكسبه اللمعان ويقوي الأضافر المرهفة والمتكسرة ومفيد جدا في شد ورفع الصدر أيضا فسنحتاج إلى ملعقم زيت الأرقان للتجميل هاد زيت الأرقان غتلقيه عند الناس اللي كيبيعوا زيوت طبيعية وآخر زيت ن شاء الله معنا هو زيت اللوز الحلو بالنسبة لهاد زيت اللوز الحلو فهو غني بفيتامين A وE ومرطب ومغدي للبشرة والشعر وضد الهيلات السوداء وكيفتح البشرة وكيفمها متجاعد ومناسب لجميع أنواع البشرة وهو غزال غزال بزاف اللي هو زيت اللوز الحلو وزيت الأرقان غنعطيكم البديل وغنقول لكم إلما عندكش زيت الأرقان عوضيه بزيت زيتون وإلما عندكش زيت اللوز عوضيه بزيت كما قلنا بزيت الأرقان للأكل وزيت الزيتون وإلما عندك زيت الأرقان للأكل وما عندكش زيت الأرقان للتجميل فممكن تعويضه بأي زيت آخر سواء زيت زنجلان سواء زيت السوجة سواء زيت الحلبة سواء زيت جوز الهند سواء اي زيت توفر عندك ممكن تعويض به زيت الارغان للتجميل او للأكل فهد شي اللي كان هده هما المقادر لبنات ره مقادر بسيطة والحمد لله في المتناول دي الجميع ووصفة الحمد لله بمي صداقية كبيرة بزاف بخصوص رفع وشد الصدر ونفخه ايضا طبيعيا اكيد بدون لجوء الحمد لله احتشي عملية انه اكيد البناز او السيدات بغين اشياء طبيعية بغين اشياء مدرهم شو الحمد لله هده الوصفة ما غديش تدرك نهائيا فغادي نضيف هنا يا معلقة ديال الحمص كي ما قليك بودرة مع معلقة ديال شبه ولا بليتو غادي نضيف هد الكيميا كاملة عندي ديال الشبه لانه الشبه من المكونات الرائعة جدا غادي نضيف معلقة ديال القهوة شبه لانه 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 شبه لان نضيف زيت الارغان 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 اضافة ملعقة من الفازلين وكما قلت لكم في بداية الفيديو سوف نستخدم معكم ان شاء الله الفازلين الطبي اضافة ملعقة من الفازلين اشتركوا في القناة اضعوا الوصفة تجدون الوصفة عاقدة و يسهل الامتصاص في منطقة الصدر يمكنك تصحبها بكل سهولة و تبقي على الصدر يمكنك احتفاظ بهذا الوصفة المدة 30 يوم اي شهر بل كامل يمكنك تعملي كمية كبيرة و تحتفظ بها في العلبة محكمة الاغلاق تبقي تستخدمها كلها للاقبل النوم المدة 30 يوم هي صراحة النتيجة تكون في مدة اقل اقل من 30 يوم والنتيجة ان شاء الله لا توقعها لانها غزالة بثاف ثلاثة ديال ايام الاولى ستبدأ يتلاحظي النتيجة في الأسبوع الاول من استخدامك لهذا الوصفة و تكون نتيجة ملحوظة يعني بشكل كبير و يبلك ان الصدر ديالك بدك يترفع و نتيجة مذهلة في ضرف جوج ديال الاسابيع نتيجة خرافية من ان شاء الله تعجبكم و تبقتجيوها مع الناس العزاز عليكم اي سيدة كانت مشكلة ديال تراهو الصدر و ايضا الصدر الصغير فبقتجي معها هاد الوصفة ان شاء الله هتشكرك عليها و شكرا لكم حبيباتي ما تنسونيش باللايكات اللايكات ديالكم اشتراك ديالكم في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسلام عليكم اشتركوا في القناة